اشتركوا في القناة من بين أفضل ثلاثة تطبيقات مميزة من بين 350 فائز بمثل 35 دولة وهذا الشيء كله في تحدي سوفت العالمي من شركة أبل معنا الفائزة بمسابقة أبل العالمية الطالبة السعودية جواهر العنزي أول شيء ألف مبروك جواهر من وراتنا اليوم في أم بي سي في أسبوع بودينا أسألك عن مشاعرك بعد هذا الفوز في تحدي سوفت العالمي من قبل شركة أبل أول ما أعلنه ماذا حسيت فيه الله يبارك فيك طبعا أول ما بشروني أني فزت صراحة مرة مبسط رحت على طول بشرت الوالد نظرة الفخر التي شفتها بعيون الوالد كانت أكبر هدية طبعا المنافسة كانت جدا صعبة لكن كوني توجت أني من أفضل ثلاث تطبيقات من أصل ثلاثمائة وخمسين هذا جدا فخر والحمد لله أكيد كلنا فخورين فيك جواهر وودنا تحكي لنا شوي عن التطبيق عن هذا المشروع وش فكرته وبرأيك وش السبب اللي خلاهم يختارونه كونوا واحد من الأفضل طبعا تطبيقي ماي شايلد يساعد الأشخاص اللي عندهم تأتأة طبعا أنا كنت من الأشخاص اللي عانون من التأتأة فأنا استخدمت في الأسلوب تكنيك استخدم معي الوالد بحيث أني أقسم الجملة الطويلة إلى كلمات صغيرة بحيث أنها توصل لشيء اللي أنا أطلبه ممتاز جواهر نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله ونتمنى أيضا نشوفك تطورين أكثر من تطبيق في المستقبل القريب لكن ودي أسألك عن هذه الكلية وأنت أحد أو الأكاديمية أنت أحد الملتحقين فيها أكاديمية مطورية أبل طويق في السعودية وش أضافت لك هالأكاديمية في مجالك التقني أيضا ماذا قدمت لك هذه الأكاديمية طبعا جواهر قبل لا تدخل الأكاديمية ليس مثل لما دخلت الأكاديمية طبعا الأكاديمية وفرت لنا جميع الأجهزة التي نحتاجها أيضا قدمت لنا المشورة وساعدتنا في حل المشكلات طبعا أنت داخل في الأكاديمية تتعلم على إطار عمل جديد كيف أنك تنشئ مشروع كيف أنك تنشئ مشروع step by step فالأكاديمية ليس فقط طورتني من ناحية المجال التقني أيضا طورت عندي سكيلز كثيرة من المهارات التي هي التعاون حل المشكلات أشياء كثيرة وكون أن الأكاديمية أيضا ساعدت أن نحقق هذا الإنجاز فهو مرة شيء نفتخر فيه طب جواهر ما هي النصيحة التي تقدمها اليوم لسواء الشباب أو الشابات اللي حابين أنهم ينضموا لهذا المجال ويحققوا يوم من الأيام هذا النجاح اللي ما شاء الله تبارك الله حققتي بس عندهم شوي خوف أو تردد طبعا أي أحد يبغى يبدأ في أي مجال معين أبدا لا يتردد صح الطريق صعب لكن بالممارسة والكفاح وأنك تتعلم كل يوم ستوصل للشيء اللي أنت تبغى طبعا أكاديمية أبل تساعدك في كل المجالات أنك تطور تدعمك البيئة مرة مريحة فأي أحد يجيه فرصة أنه ينقبل في أكاديمية أبل أبدا لا يتردد وهذا أكبر وهم أكبر دعمين لنا فأي أحد وده يقدم على الأكاديمية فيقدم صح أن البداية صعبة لكن كل شيء إن شاء الله سهل وكل شيء إن شاء الله بفضل الله يتيسر جميلة فيك جواهر هذا النفس التفاؤلي الذي تعطينا للمشاهدين والمتابعين والمستمعين ودي أسألك جواهر وحن فخورين فيك عن طموحاتك للمراحل المقبل إن شاء الله بعد أبل بعد التخرج من أكاديمية أبل وطويك جواهر وين وده توصل طبعا أني أطور نفسي في مجال البرمجة وأني أساهم أني أعلم الجيل القادم البرمجة وأني أحصل على وظيفة تساعد وظيفة وإني أخلق تطبيقات مبتكرات حل مشاكل أغلب الناس يعانون منها كونك أنك تساهم في حل مشكلة هذا بحد ذاته إنجاز فمرة أريد أن أساعد أي أحد يعاني من مشكلة خصوصا من مشاكل التأتأة الـ ADHD التوحد جميل جدا كل الشكر لكي ومرة ثانية مبروك نقول لك الفائزة بمسابقة أبل العالمية الطالبة السعودية جواهر العنزي نورتين لليوم الجدير بالذكر مشاهدينا أنه ضمن الـ 350 فائز فاز بهذا التحدي أيضا خمس طالبات أو خمس طالبات من أكاديمية مطوري أبل بالشراكة مع أكاديمية طويك وهم جواهر العنزية فراح جبير هيا السابر وجد الهدلق والجوهر المسعود لابد أن نبارك لهم أيضا على هذا الإنجاز الجميل وهالفوز وإحنا فخورين في هذه الكوكبة من وطننا الغالي من الشباب والشابات تمنى لهم التوفيق وبإذن الله هم السابقين وكثيرا من الأجيال ستلحق لهم تأكيد تحية لهم وتحية أيضا لأهلهم يعني شوف كيف جواهر قبل شوي كيف أن الوالد والله يحفظ لك هي إن شاء الله هو السبب أن نساعدها في شغلها وهذا الدرس أو هذا الشيء اللي تعلمته جواهر من والدها الله يحفظه قررت أنه لازم توصله لكثير من الأهالي ومن المصابين بالتأتأة فنوجه له تحية بالتأكيد وألف مبروك حولت التحدي إلى فرصة فعلا فكرة لشيء جميل تستطيع أنه تعطي من خلاله وتقدم الأمل لكل الناس يعني شكرا لجواهر ونتمنى لها التوفيق أكيد ولزملائها أيضا